تحكمياً وفي وجود الفار أنا البشماندس فرج عامر والله وصل لمرحلة المصعبان علي اللي هو ايه يا دنيا عايزة مني ايه يعني ما فيش غير الزمالك واسموحة سيناريو متكرر بشكل رهيب جداً لقطة واضحة جداً نشوفها بالفيديو عشان نعقب عليها ما نيجي نشوف الكرة الكرة دي فيها تلات حاجات أول حاجة ما نيجي نفرج عليها بيدوق في خبطة في الرجل من لعيب نادي الزمالك هنشوفها بوضوح في الكرة دي أول حاجة عندنا فيه دراع طارق حامد ماسك ايدو الشمال مدافع سموحة بعد كده عندنا ايد اليمين شدة التشيرت بتاع لعب نادي سموحة بعد كده لحالة الثالثة فيه رجل طارق في رجل لعيب نادي سموحة اللي هو أصلاً لعب الكرة فدي كانت ركلة جزاء كان لازم حكم الفيديو ينادي حكم المباراة الشوفاء بص يا سامة احنا بنتفرج على كرة بقالنا قدي في حياتي ما شفت اصرار على ارتكاب ضربة الجزاء زي الشكل ده ده مخالفة بكل الطرق سلسية ماسك ايدو ماسك الايدو التانية وضرب في الرجل يعني صعب جداً لا 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 بس ميشة للدرجات دي ما فيش مبرر ان يكون الفار لو ما شفتش ايدو دي شفت ايدو دي ما شفتش دي شفت رجله أعتقد الفار ما كانش بيتفرج على المباراة في اللقطة دي أسامة لأنها لا يمكن تقبل كخطأ لا ده أنا عايز أقول لك حاجة هي المشكلة هنا تقييم وما شافش وحاجات كتيرة ممكن نتكلم فيها لكن الكمان لما يبقى عندي في أسبوع واحد كروتين تقريبا كابي بيست والقرار مختلف في وجود فار لا هنا لازم نطرح تساؤلات برضو بالأمس احتسب راكلة جزاء لنادي الزمالك عن طريق لمسة يد من كرة مرتدة من مدافع سموحة نروح نشوف تعقيب الكابتن أحمد الشناوي عشان نرجع نعقل أنا رأيي طالما الصورة بعد جريز يقوله مش بعينها قابل دولاشت نمشي مع قرار الحاكم خلاص نمشي مع قرار الحاكم أنا ما نقدرش نقول البار أخطأ ولا الحاكم أخطأ القرار اللي هيخده الحاكم حسن نمشي معاه لأنه هو يعتبر الأقرب للصح للنسبة لنا هنا الكابتن أحمد الشناوي احطار وحير المشاهد معاه هو قال طالما الصورة مش واضحة نمشي مع قرار الحاكم طب هي أصلا ليه طالما الصورة مش واضحة تم استدعاء حاكم الساحق اللي ما كانش يقدى راكل الجزاء لنادي الزمالك إذن هنا الفار تم الاستدعاء على صورة مش واضحة لا هنفترض إن صورة واضحة يا كابتن أحمد وإنت تحليلك مختلف شوية وإن الفار شاف اللقطة بشكل كويس جدا فبالتالي حاكم الساحة تراجع في قراره أو هو أصلا ما كانش أصدر قرار فأصدر قرار بلامسة يد هل دي ما بتفرك ركش بلامسة يد؟ والله العظيم بتفكرني لإن مش معقولة الفارق الزمني يعني سيبونا ننسى شوية يعني آخر الموضوع فسيبنا ننسى نشوف مبارات المصري والزمالك اللي لسه كانت الأسبوع ده نشوف القرار في لعبة مشابه جدا كان عامل إزاي نطلع ونشوف الفيديو الإيد اللي هي سابورتر لو جات فيها اللي هي حملة جسمه لا يعاق هي جاية فعن إيد دلوقتي هنشوف دلوقتي في الحركة التصويرية دلوقتي بص بص الإيد الإيد بتروح فين؟ بص الإيد حتى هو بيوع ما هلوش دعوا إيد دي تانية هو على إيد وده الإيد التانية أيا كان خلاص هنا الشكل ده بالإيد ده بالشكل ده تبقى ركلة جزاء لبسة يد هو مش يزيب ركلة جزاء يعني أنا عايز حد يقني يعني لو أنا عملت إيدي كده على الهوى أنتوا ما شفتوهاش يعني إزاي دي الفارم الشايفها والحكم بالشكل ده القرار في تناقض مع المبارات دي يعني إحنا معداش الموضوع على نفس اللعبة تقريبا يا أسامة ما كملش أسبوع ما كملش أسبوع وفرق تناقض وده فار يا جماعة فيه فار روم لا وفي نقطة هنا مهمة جدا أنا حابة أركز عليها لأن هنا أمين عمر كان قريب جدا حوالي مترين من لمسة يد محمول على أقل واضحة طبعا للجميع وخد القرار بحسم جدا أنها ركل الجزاء من لمسة يد تم استدعاء الفار ليه الفار مبدئيا عرض لقطة هي الأبعد عن وقفة أمين عمر نفسه في المباراة والأهم من كل ده إن سانيتين أو تلت ثواني اللي استبرقهم أمين عمر عند الفار شيء غريب يعني إنت قوله طب ده أنت اللي واخد القرار براكل جزاء قوله طب هات لي زاوية تانية طب قرب لي زاوية ده ما حصلش لكن هنبعد عن كل ده مش هنتكلم في كل ده أنا عايز هنا مباراتين بالشكل ده ليه هنا القرارين كانوا مختلفين ده سؤال لجنة التحكيم عشان نفهم هل القانون مختلف إذا كانت ارتزاد من مدافع لإيد اللاعب هي حصلت في القرطين ولكن عند نادي الزمالك بتتحسب راكل الجزاء وعلى نادي الزمالك بيتم التراجع عن احتساب راكل الجزاء وهنا ده دورنا في الفار روم إحنا هنا مش بنشكك في أي حكم ولا يمكن هتجد هنا تشكيك في أي حكم إحنا هنا بنتكلم عن مستوى فني فقط لغير شايلين تماما بند التعمد منه وتوجيه ومن وجهة نظرنا ومن وجهة نظر الكاميرا إحنا طبعا مش خبراء تحكمين لكن دي الصورة ودي الحالتين اختلف الرأي عشان لون التشيرت مختلف